الحمد لله ترك الصلاة من أعظم الجرائم مع الله سبحانه وتعالى وهذه الجريمة تنازعها أهل العلم الأئمة الأربع على موت تارك الصلاة واختلفوا في التوقيت مالك والشافعي وأحمد على أنه يعرض على السيف إن صلى وإلا قتل مباشرة وأبو حنيفة على أنه يسجن إلى أن يموت أو يتوب في سجنه فالمسألة العظيمة تنازعها أهل العلم لذلك جمهور أهل الحديث على أن تارك الصلاة كسلاً الكلام ليس على الجحود الجحود بإجماع أهل العلم تارك الصلاة كسلاً بإجماع جمهور أهل العلم على أنه يكفر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا صريح في كفر تارك الصلاة خلكم معي حفظكم الله